أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي تريند الأهلي النهاردة معنا محتوى من خلال السوشيال ميديا وبعض التفاصيل متعلقة بمباراة المريخ السوداني أول حاجة معايا في تريند الأهلي الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك نشروا طبعا صور لتوجه اللاعبين من ملعب التيتش إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للصفر إلى السودان لمواجهة المريخ في دوري الأبطال صورة لمحمد الشناوي كابتن سعد الحفيز بيتسو موسيماني ومروان محسن وعدد من اللاعبة بتستعد طبعا وقتها إلى التوجه إلى المطار لكن حاليا في هذه اللحظات الفريب الكامل في الطيارة متوجه إلى السودان طيب الصفحة الرسمية ليللاكورة على الفيسبوك تصريح لمعالي السفير سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى اتكلم وقال في تصريح ليللاكورة ننتظر رد كاف بشأن سماح دخول جماهير المريخ لمباراة الآل وكنا تكلمنا معا في هذه الجزئية منذ لحظات وقال أنهم منتظرين رد الكاف لكن طبعا السلطات الصحية موافقة لكن في انتظار رد الاتحاد الأفريق على حضور ألف فرد خلال الساعات اللي جاي الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتب تصريحات ليلالي كلارك المدير الفني الإنجليزي للمريخ السوداني لي كلارك طبعا المدير الفني الإنجليزي للمريخ هو لسه طبعا متولي المسئولية خلال الفترة الأخيرة وقضهم في المباراة السابقة أمام سيمبا التنزاني وقال إن مباراة الآل مباراة صعبة سنعمل على تحقيق الفوز وسنلعب بطريقة إيجابية وتطبيق أكتر من طرق لعب خلال هذه المباراة قال الآل فريق كبير وبيضم مجموعة متميزة من اللاعبين لكن فريقه بالتأكيد فريق المريخ هيلعب على النقاط السلاس قال كمان تأهل المنتخب السوداني لنهايات الأمم الإفريقية سوف يدفع أو يعني دفع قوية للعيبة قبل مباراة النادي الأهلي طبعا المريخ فيه آخر المجموعة بنقطة واحدة ويمكن عنده فرص ضعيفة جدا لكن هو طبعا بيلعب على فكرة أن يلعب آخر مباراتين على المكسب خاصة لسه متولي المسئولية فعايز يعمل نتائج جيدة مع النادي الأهلي طيب